نعمل وصفة ايس كريم الورد البيتي معانا للمقادير هيبقى علبة كبيرة حليب مكسف محلة نص لتر كريمة لباني او كريمة الحلويات اللي تتبع في التلاجات هيبقى معانا باكت واحد من الكريمة البودرة خلاص اللي هي الكريم شانتير بودرة معانا لون طعام يكون روز ورشة ملح ومية ورد حوالي ربع كباية كل اللي احنا هنعمله انه هنضرب حاجات دي مع بعض بس كده انا هحط الكريمة احط عليها البودرة واحط عليها ممكن اللبان المحلل مكسف يتحط من دلوقتي ويتخفك او نخفك الاول نوصل للقوامل اللي احنا عايزين وبعدين نحط اللبان المحلل مكسف خلينا نعملها كده احسن عشان نشوف القوامل الاول وبعدين ايه خلينا نكمل بقيت اللي انا معي كريمة زيادة النهاردة عشان ايه نعمل مقدير اكتر شوية حسنتو خليكم ملتزمين بالمقادير اللي ايه اللي انا ايه حسان بحيث الوعاء ده كبير جدا فمش بيبان فيه اي حاجة بالكميات القليلة لازم يبقى كتير نضرب بقى رشد الملح من انسهاش طعمها الفضيع في الايس كريم فمش ببان وشو Way انسها وشروع السل لهارة الكوززر خلاص بتبتدي اهو تياخد معي قوامل كريمة نبتدي بقى ننزل اللبن المحلى المكسر ونكمل ضرب لغاية ما ناخد الكوامل مضبوط معنا هدية نسمى نسمى ولا هدية مين يا طمان نسمى نسمى هلو؟ ازايك يا نسمى؟ هلو؟ ازايك ومية الورد؟ ازايك؟ الحمد لله عندك كم سنة؟ 14 سنة اهلا بيك لا هاقفلوا وليليا حابتي عندك سؤال؟ اهه بعليش في عيزة طريقة بلح الساب لا معليش ملحقت تكفر طيب حاضر ان شاء الله ألحق قولها لك في الاخ شكرا على المكلمة كل سنة انت طيبة نضرب بقى خلاص لغاية ما تاخد القوام الفوم الحلو جدا هندخلها الفريزر بالشكل ده هندخلها الفريزر هنعبيها في علبة وندخلها الفريزر او نعمل على شكل تورتة اللي احنا عايزين تورتة اقدمها في الآخر انا مجهزها في الفريزر اهو اللي احنا عايزينه كمية دي تكفي على ان الواحد يعمل تورتة صغيار مش كبير بس انا طلعها من الفريزر في الاخر عشو ما تسحش معي على لغاية الاخر تكون صحت طيب احنا دلوقتي هنقدم بقى ايس كريم اللي هو البلوارد الموارد البيتي شرقي جدا وجميل جدا ده الشكل لما يتفرزن بنقدر ان احنا نعمله كور كده بمعلاقة الايس كريم عادي نقدمها او نعملها تورتة زي ما قولنا اهو بفكها بالشكل ده عايزين تحتها يبقى فيه كيكة تمام من غير زي ما تحبوا يعني اللي يتعمل كده او كده بس وتبقى بيتي وجميلة وسهلة وما فيهاش اي حاجة هو كان مكون بس ضربناهم مع بعض مدخلها الفريزر بس في طريق بس تقديما عايز اقدمها بقى بطريقة حلوة ما هحتاج فيها بقى معلش بقى سيطينها للأسف الورد الحلو ده بس اي عشان ايه عشان عايز اقدمه بالورد فهنعمله الورد كمان لونه يعني مش عايز اقول لكوا جميل ازاي مش البينك بقى الفائع اللي هو الشكله كده هيبقى نفس لون بس هشيل كم ورقة كده من اللي هما الأطراف نفسه بقى ده طبعا هيبقى اللي هو مايتكلش ده هيبقى منظر بس كده طريقة دي شكله جميل جدا نفس الورقات اللي هما اللي على بره دول ما عايز افرقهم شكرا